موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يشيد بجهود وزارة الثروة السمكية ويلتقي خائد اللواء الأول حرس حدود موسيقى مجلس الوزراء يبحث التطورات الميدانية في عموم الجبهات ويشيد ببطولات الجيش الوطني في الساحل الغربي والتقدم نحو مدينة الحديدة موسيقى الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة بمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة ويحقق تقدما جديدا في جبهة كتاف بصعدة موسيقى من العنوين إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزايا وموساة لباسل صالح عبد البركاني وعبدالله صالح البركاني في وفاة والدهما صالح عبد البركاني وإلى أشقاء الفقيد النائب البرلماني عبدالخالق البركاني ومدير مستشفى مصاف عدن أحمد البركاني وأشار فخامة الرئيس إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية حيث كان الفقيد صالح عبد البركاني أحد مناضلية القطاع الطلابي في اليبهة القومية في عدن ومن مناضلية ثورة اليمنية وعبر عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسروان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركنع لمحسن صالح برقية عزايا وموساة لباسل وعبدالله صالح البركاني وإلى البرلمان عبدالخالق البركاني وإلى مدير مستشفى مصاف عدن أحمد البركاني في وفاة المناضل صالح عبدالبركاني وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أشهد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركنع لمحسن صالح بالجهود التي تبذلها وزارة الثروة السمكية مشددا على أهمية العمل الميداني والاستماع لمشاكل الصيادين اليمنيين والإسهام في التخفيف من معاناتهم وأكد نائب الرئيس خلال لقائه وزير الثروة السمكية فهد كفاين أن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية تولي وزارة الثروة السمكية اهتماما خاصا وأنها حريصة على استعادة القطاع السمكي لدوره الطبيعي خاصة وأنه مدخل الرزق لمعظم السكان في المناطق الساحلية وبما من شأنه تخفيف من معانات اليمنيين في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها بفعل انقلاب ميليشيات الحوث المدعومة من إيران وأطلع وزير الثروة السمكية نائب الرئيس الجمهورية على نشاط الوزارة ودور قطاع الثروة السمكية في رفض الاقتصاد الوطني مستعرضا أنشطة الوزارة والمشاريع الممولة من الحكومة في القطاع السمكي في المحافظات الساحلية والواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وكذا جهود الوزارة في تفعيل مكاتبها واستعادة النشاط في هذا القطاع الحيوي والهام وبما من شأنه تحسين المستوى المعيشي للصيادين معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون وشدد نائب الرئيس خلال لقائه قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل محمد حنتف على ضرورة توحيد الصف والتفاف كافة أبناء الشعب اليمني خلف قيادة الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وطلع نائب الرئيس من قائد اللواء الأول حرس حدود على سير العمليات العسكرية والانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال اللواء الأول في اليتمة وخب والشعف بمحافظة الجوف وثمن الفريق الركن على محسن جهود وتضحيات أبطال الجيش الوطني وإسناد ودعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أثمرت إلى تحقيق انتصارات كبيرة من جانبه أطلع قائد اللواء الأول حرس حدود نائب الرئيس الجمهورية على المسجدات الميدانية وانتصارات أبطال الجيش في قطاع اليتمة وخب والشعف بمحافظة الجوف معبرا عن شكره لاهتمام نائب الرئيس ومتابعته المستمرة لكل التطورات الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دار برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس الشعبة الفنية للمنطقة العسكرية الأولى العميد حسن باصريح بعد حياة حافلة بالعطاء وشهد رئيس الوزراء بالمناقب الوطنية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته في مجال السلك العسكري ومواقفه التي اجتراحها دفاعا عن الدولة والجمهورية وعبر الرئيس الوزراء عن صادق تعازيه وعظيم مؤساته لأسرة الفقيد سائل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يرهم أهله وذويه عظيم الصبر والسلوان عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دار وفي الاجتماع باحث المجلس التطورات الميدانية والعسكرية في عموم جبهات العزة والكرامة التي يخوض فيها الجيش الوطني معاركة بطولية ضد مسلحي ميليشيات الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران إلى التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وفي الاجتماع باحث المجلس التطورات الميدانية والعسكرية في عموم جبهات العزة والكرامة التي يخوض فيها الجيش الوطني معارك بطولية ضد مسلح ميليشي الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيل أشهد المجلس بدور رئاسة الأركان والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في محافظة صعدة معقل الميليشيات الإنقلابية والتقدم الذي أحرزته نحو معقل زعيم الميليشيات المتمردة في منطقة مران كما أشهد المجلس بالبطولات التي تسطرها قوات الجيش الوطني في الساحل الغربية والتقدم نحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجية من أجل استعادة السيطرة على المدينة وإنقاذ المدنيين الذين يكتوون بنيران الميليشيات الذي أذاقتهم صنوفا من الانتهاكات والتعذيب سواء بالقصف أو بالقتل ونهب المساعدة الإغاثية وباركة بالانتصارات العظيمة التي تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة أبنائه وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية وأجمع المجلس على أن تلك المكاسب العسكرية تؤكد أن هدف اليمنيين وغايتهم قد اقترب تحقيقه والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي يهدد حاضر ومستقبل العروبة في موطنها الأصيل اليمن وشعبها الأبي والحر الرافض لاستخدام طائفية الكهنوتية والأفكار الإيرانية الدخيلة وأشار إلى أن إيران لن تتمكن بعد اليوم عبر ميليشي الحوثي الإنقلابية هدم وتخريب اليمن لتنفيذ أوهام سادتهم الإمبراطورية التي عفى عليها الزمن وإنه قد حان الوقت ليفوقوا من أوهامهم وسرابهم الخادعة وحث المجلس على توحيد القيادة العسكرية تحت راية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبد رب منصور هادي وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب بأسرع وقت ممكن وثم المجلس الوزراء الدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمهم ومساندتهم لليمن وشرعيتها الدستورية والتي قدمت من جل ذلك وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة وفي الاجتماع قدم رئيس هيئة الأركان العام شرحا مفصلا عن طبيعة وسير المعارك في الجبهات المختلفة والسيطرة الميدانية في جبهات الساحل وصعدة وميدي والبيضاء والمكاسب العسكرية التي حققها الجيش الوطني والدعم اللجستي من قيادة التحالف ووضع اللواء ركن الدكتور طاهر العقيل المجلس على نتائج زيارته البيدانية للمنطقة العسكرية الأولى في سيئون والمنطقة العسكرية الثانية في المكلة والمهرة وكذلك زيارته للعاصمة المؤقتة عذن واجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل بحضور قيادات وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة كما ناقش مجلس الوزراء التقرير السنوي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان استعرض الاجتماع حالة حقوق الإنسان في اليمن والجرائم المنتهكة للقانون الدولي والإنساني التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين اليمنيين منذ انقلابها على مؤسسات الدولة مطلع العام 2015 بدءا من محافظة صعدة مرورا بعمران وصنعا وانتهاءا بتعز وعدن وأبدأ المجلس اعتراضه على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن وقال إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهلية وأشار إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق اليمنين المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف 2014 المتمثل في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة فضلا عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة آلاف من الألغام وقال إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي عن الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشي الحوثي على شرحية الحكومة الدستورية المنتقبة من عموم الشعب اليمني في 2012 كما تجاهل التقرير جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم وأجمع المجلس على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة وإدعاءات بشأن استهدافات خاطئة كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمني وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء مطالبا بإعادة النظر فيه وقال إن ميليشيا جماعة الحوثي تمارس ضوطا على المنظبات الأممية العاملة في صنعاء ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية داعيا المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن والعمل بحيادية ومهنية وشدد المجلس على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيات الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني كما وقف المجلس أمام التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والذي وضعته اللجنة أمام الرأي العام عبر الموقع الإلكتروني لها وقالت إن التقرير تضمن وقائع وانتهاكات حديدة من أطراف النزاع في اليمن وقال إن التقرير سجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عال من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية ولم تغفل أن توجه الاتهامات إلى جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية وأقر المجلس توجيه مذكرة رسمية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة تتضمن ما اتخذ من إجراءات ضمن الجهات والأفراد التي تشير إليهم في التقرير كونهم ضمن الجهات التي مارست انتهاكات وأبد المجلس تحفظه عن بعض ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة إلا أنه أكد إلزام المحكمة بالتعاطي الإيجابي مع تقرير اللجنة الوطنية التي تستمد ولايتها من قرار تشكيلها كقرار سيادي يمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومساندة الأجهزة العدلية الرسمية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب وأقر المجلس دعم استقلالية اللجنة الوطنية والتعاطي بإيجابية مع التقرير وما تضمنه من توصيات العمل على تعزيز دور اللجنة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق ووجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمعالجة تلك التجاوزات والانتهاكات التي سجلها ووثقها التقرير وإنها ستعمل على معالجة المتضررين والضحايا الذي وقع عليهم الانتهاك كما كلف المجلس وزارة حقوق الإنسان متابعة سير الإجراءات بما يضمن سير العدالة وحفظ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وحقوق الضحايا في التعويضات وجبر الضرر وفقا لما تقتضيه كل حالة من جانب آخر عقد رئيس المجلس الوزارات دكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعا باللجنة الاقتصادية لمناقشة المسجدات والإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة المتعلقة بوقف تدهور العملة والحفاظ على قيمة الريال واستعرض الاجتماع الآلية المتبعة لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرة في اجتماع مجلس الوزراء السابق لتعافي الاقتصاد بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي ويحافظ على قيمة العملة الوطنية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين واتخذت عددا من الإجراءات والتي أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيثها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوث الإنقلابية على الدولة ونهبها للاحتياط النقدية الأجنبي لافتان إلى أن الحكومة تبزل جهودا مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بتعاون مع الأشقائف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية وقال رئيس الوزراء أن مصفوفة الإجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي وبتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة وستكلل بالنجاح مشيدا بالجهود الكبيرة التي تفزلها اللجنة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي سيسلمها المواطن أو سيلمسها المواطن وتهدف بالدرجة الأولى للتخفيف عنه وتجاوز حالة الهلع التي سيطرت على الشارع خلال الأيام الماضية وثمن الدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لشعبنا اليمني الرامية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال الوديعة السعودية التي يوجه بها خادم الحرامين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عادي الأمير محمد بن سلمان والمقدرة بملياري دولار وأكد المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء هذا وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية مستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد أن اللجنة الاقتصادية في حالة عقاد دائم ومستمر بإشراف ومتابعة من رئيس الوزراء وذلك لاتخاذ عدد من الإجراءات السريعة والدائمة التي من شأنها أن تعيد للريال قيمته النقدية وتحافظ على الاقتصاد من الانهيار مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت كافيرة بإيقاف تدهور الريال كما أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام عن فتح الاعتمادات لتغطية السلع الأساسية عن طريق البنك الأهلية السعودي وبدء تنفيذها وكذلك فتح الاعتمادات الصغيرة دون مائتي ألف دولار عبر البنوك المحلية أشهد وزير الخارجية خالد حسين اليماني بالدور الهام الذي تلعبه الجامعة العربية في دعم اليهود للحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وجدد الوزير اليماني خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة وذلك على هامش الدورة المئة والخمسين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالحل السلمي للأزمة رغم تعنت الانقلابيين وإفشالهم لمشاورات السلام الأخيرة في جنيف ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الطرفين لمتابعة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الرامية إلى إرساء السلام المستدام في اليمن مشيدا من جانبه أشهد الأمين العام للجامعة العربية بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية اليمنية ضمن العمل العربي المشترك على كافة اليبهات مؤكدا لدعم الجامعة العربية ليهود استعادة الشرعية في اليمن حضر اللقاء المندوبة الدائمة لبلادنا لدى الجامعة العربية سفير رياض العكبري ولمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي سلم الخضر أحمد علي مرمش فخامة رئيس الجمهورية العراق محمد فؤاد معصوم أوراق اعتماده سفيرا لبلادنا لدى بغداد وبعد أداء مرسم تسليم أوراق الاعتماد رحب فخامة الرئيس العراقي بالسفير الخضر مرمش متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للسفير من أجل تأدية عمله بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين ونقل السفير الخضر مرمش للرئيس العراقي تحية فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية لأخيه وتمنياته للشعب العراقي الشقيق إطراد التقدم والازدهار متطلعا إلى أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وحمل فخامة الرئيس العراقية سفير مرمش نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية وتمنياته له بالتوفيق والنجاح بمهامه في قيادة اليمن في هذه المرحلة الراهنة حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد رئيس الديواني رئاسة الجمهورية العراقية دكتور نصير العاني ووكيل وزارة الخارجية شورش خالد بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة عبدالرقيب فتح مع المستشار بالديواني الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيعة مستجدات العمل الغاثي وسير العملية الإغاثية والمشاريع الإغاثية الإنسانية المقدمة من المركز لبلادنا في كافة المجالات ومشاريع في مجال دعم سبل العيش الذي يتم تنفيذه حاليا في عدد من المحافظات واستمرار الدعم الإغاثي لمناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة وناقش فتح مع المشرف العام على المركز تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لإغاثة نازحي محافظة الحديدة وإقامة مراكز إيواء لهم ورعايتهم وتوفير الدعم المتكامل لهم وكذا خطة المركز الإغاثية المتكاملة لإغاثة محافظة الحديدة وإقامة مخيم لنازحين في الخوخة والذي يتسع لأكثر من ألف أسرى في مرحلته الأولى إضافة إلى المشاريع المقدمة من المركز في إطار ضمن جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ولمناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة في هذه المرحلة وأشهد فتح بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشاريع دعم سبل العيش في المحافظات المحررة بتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة تعزيزا لمبدأ الاستقرار وتماشيا مع خطة اللجنة العليا للإغاثة في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الاستقرار وتنمية المحافظات المحررة بدوره أكد المستشار بالدوان الملكية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استمرار المركز في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن في كافة المجالات ومساندة الشعب اليمني في كافة احتياجاته في جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ميدانيا قالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوث الانقلابية في محافظة الحديدة وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني ممثلة بألوية العمالقة وسعت هجوما على توجمعات ومواقع لميليشيات الحوث الانقلابية باتجاه منطقة كيلو ستة عشر وتمكنت من قطع جميع خطوط امدادها بعد السيطرة على عدد من القرى والوديان والمزارع القريبة منها واضافت المصادر أن قوات الجيش أصبحت قريبة جدا من السيطرة على كيلو ستة عشر شرق مدينة الحديدة وأضحى خط كيلو ستة عشر الرابط بين صنعاء والحديدة تحت نيران الجيش وأشار إلى أنه بالسيطرة على كيلو ستة عشر سيتم قطع الخط الرابط بين صنعاء والحديدة وبالتالي سيتم منع الحثيين من نقل المقاتلين إلى الحديدة ومنعها من إمداد عناصرها في صنعاب الأسلحة والعتاد القتالية التي تقوم بتهريبه عبر ميناء الحديدة ولفت إلى أن القوات نجحت في صد هجوم للحوثيين على مديرية الدريهمي وتمكنت من أسل العشرات من عناصرها عقب استدراجهم إلى أطراف المديرية ومحاصرتهم حتى نفاذ ذخيرتهم دمرت بوارج التحالف العربية سلحة ومركبات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمالي محافظة الحديدة وقال مصدر ميداني أن أربعة انفجارات هزت الحديدة ناجمة عن قصف البوارج الحربية لأهداف للانقلابيين وضف المصدر أن البوارج البحرية التابعة لقوات التحالف قصفت أهداف لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة وقالت مصادر محلية أن القصف استهدف مخازن أسلحة للانقلابيين في الضواحي الشمالية للحديدة ودمرها تزامن ذلك مع تجدد القصف المدفعي بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق قوس النصر وكيلو سبعة وكيلو عشرة وبالقرب من المدخل الشرقي لمدينة الحديدة عند نقطة كيلو سبعة عشر حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي مواقع وقرى جديدة كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من قوات المنطقة العسكرية الخامسة نفذت هجوما مباغتا من ثلاثة محاور تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى وكانت تتحصن فيها الميليشيات شرقي مديرية حيران وتمكنت من تحرير عزلة بني حسنة تابعة لمديرية عبس بالكامل إضافة إلى تقدم شمالا باتجاه مثلث عاهم وقطع أهم خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية في جبهتي حرض وحيران وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما تمكن أبطال الجيش الوطني من اعتقال خمسة عشر عنصرا أو خمسة عشر عنصرا من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بخمس غارات مركزة ومواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية وأسفلت عن سقوط قتلى وجرح في صفوفها وتدمير موادات قتالية ونفت إلى أن تقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني يأتي في إطار عمليات المنطقة العسكرية الخامسة لاستكمال تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم وتقدم جنوبا باتجاه مديرية عبس في صعدة حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي تقدما جديدا في مديرية كتاف في البوقع شمالية المحافظة وسط تراجع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وسقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجرح وأكد مصدر ميدانيان قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير عددا من المواقع في جبهات كتاف البوقع ومنها تحرير اتباب الرملية بالكامل وأجزاء واسعة من سلسلة جبال أضيق والمهجوبة الاستراتيجية وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء المعارك وغارات طيران التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية وتمكنت من تدمير عدة عربات قتالية رباعية الدفع ورشاش 23 ومعدات قتالية أخرى ولفت المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها بثبات حسب الخطط المرسومة وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران أعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وأسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظات المحررة في الجمهورية وأكد الأوائل على مستوى كل محافظات للعام الدراسي 2017-2018 وفي الحفل هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس طلاب والطالبات الناجحين منوها بجهود أعضاء اللجنة العليا للاختبارات ورؤساء المراكز والسلطات المحلية واللجنة الأمنية والمشرفة في إنجاح الاختبارات وفق الوقت المحدد لها وأكد الدكتور لملس حرص الوزارة على تخطي الصعوبات والعراقيل الذي تركتها مخلفات الحرب الانقلابية على شرعية في كافة مستويات العملية التعليمية والتربوية لافتان إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع ظاهرة الغش وستتخذ الإجراءات العقابية الصارمة في هذا الشأن من جانبه استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور صالح الصوفي نتائج الثانوية العامة وضحا بأنه بلغ عدد المتقدمين للاختبارات الثانوية العامة 78283 طالبا وطالبة منهم 67381 طالبا وطالبة في القسم العلمي و10902 طالب وطالبة في القسم الأدبي وأشار إلى أن إجمالية طلاب الذين حضروا الاختبارات 7514 طالبا وطالبة منهم 64449 طلاب وطالبات في القسم العلمي و10606 طلاب وطالبات في القسم الأدبي فيما بلغ عدد الناجحين 664450 طالبا وطالبة منهم 57338 طالبا وطالبة في القسم العلمي و9212 طالبا وطالبة في القسم الأدبي ورسب في الاختبارات 6302 طالب وطالبة منهم 519 طالبا وطالبة في القسم العلمي و1283 طالبا وطالبة في القسم الأدبي حضر إعلان النتجة وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ونائب وزير التعليم الفني عبد الربو المحولي ورئيس جامعة عدن دكتور الخضر ناصر لسور وفيما يلي أسماء طلاب الأوائل ودرجاتهم أولا القسم العلمي أسماء مصطفى العيدروس الأول معدل 99.88 محافظة عدن ثانوية عدن النموذجية مريم سعيد باعامر الأول معدل 99.75 محافظة حضر موت الساحل ثانوية البنات ثراء محمد سلطان المذحجي الأول معدل 99.38 محافظة تعز ثانوية الجيل الجديد أرزاق فضل محمد ناصر الأول معدل 98.63 محافظة لحج ثانوية الزهراء منوه عوبث أحمد الجابري الأول معدل 99.38 محافظة حضر موت الوادي ثانوية شبام للبنات زينب فيصل عبد الله محمد الأول معدل 99.5 محافظة الظالع ثانوية عائشة للبنات بشار ناصر طالب الحجري الأول معدل 99.5 محافظة شبوة ثانوية جسار نور جسار نور عبد القادر عمر الجفري الأول معدل 98.75 محافظة أبيان مجمع خولة للبنات عمر علي سنان بدر الدين الأول معدل 99.75 محافظة المهرة ثانوية حسان إبراهيم فعشل عبد الله الأول معدل 92.88 محافظة سقطرة ثانوية الفاروق أحمد محمد قاسم الشيخ الأول معدل 92.88 محافظة الجوف مدرسة الإمام علي بن أبي طالب وفا محمد أحمد عوانة الأول معدل 97.88 محافظة مأرب مدرسة النور ثانيا القسم الأدبي فاطمة عمر أحمد با حمادي الأول معدل 99.5 محافظة حضرموت الساحل ثانوية البنات فهيما رمضان سعيد لشرم الأول معدل 97.63 محافظة حضرموت الوادي ثانوية شبام للبنات مهرة ياسر سالم عبد الصمد الأول معدل 95.5 محافظة عدن ثانوية خدية مونيرا نشح محمد السليمي الأول معدل 94.88 محافظة المهرة مدرسة الفتح هاروت البتول عيدروس أبو بكر المحضار الأول معدل 94.5 محافظة شبوة ثانوية الثورة محضار راشدي عبادي عبد الله الأول معدل 86.88 محافظة لحج عبد المجيد مسعود ثانوية عبد المجيد مسعود إيمان أحمد علي الأصبحي الأول معدل 78.38 محافظة تعز ثانوية أديم للبنات شاكر سعد سالم سليمان الأول معدل 85.25 محافظة سقطرة ثانوية خالد بن الوليد أزهار يسلم سالم سند الأول معدل 91.63 محافظة أبيان ثانوية الزهرة ناصر علي صالح معروفيان الأول معدل 89 محافظة مأرب ثانوية الدار الخيرية من جانب آخر كدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلام ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب غانم المحولي على أهمية التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتطوير للمناهج الدراسية ضمن المعايير الحديثة التي تواكب التطورات العلمية في العملية التعليمية جاء ذلك في اللقاء المشترك الذي عقد في ديوان وزارة التعليم الفني وتدريب المهني بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة رفض العملية التعليمية بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية والعلمية والتي تمتلك المعرفة والخبرة والمهارة المطلوبة لتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والأسواق المحلية والخارجية في التخصصات المطلوبة وكيفية عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارتين لتقييم كل المناهج الدراسية وتطوير الكادر العلمي ضمن المعايير الدولية الحديثة والمتطورة خلال الفترة القادمة تفقد القائم بأعمال محافظ عدن الوكيل الأول للمحافظة أحمد سالم ربيع علي أعمال رصف اليزر الوسطية في شارع الدكة بمدرية المعلة حيث استمع سالمين من وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي إلى شرح عن المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتمية وأشهد سالمين بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في الجانب التموي والدفع باتجاه تسريع عجلة التمية في البلاد في محافظة لحج دشر محافظ المحافظة لواء الركن أحمد تركي مساعدات إغاثية والتي ينفذها اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي لنازحية الحديدة في مخيم الرباط بمديرية توبن محافظة لحجة وأشهد تركي بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت حكومة وشعبا ممثلة بالهلال الأحمر الكويتي من خلال تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرب في محافظة الحديدة وتخفيف من معاناتهم وتلمس احتياجاتهم مؤكدا اهتمام أو أهمية الاستمرار المتواصل في دعم النازحين المتضررين في مختلف مناطق نزوحهم لتجاوز ظروفهم الصعبة من جانبه أشار منسق لإغاثة الإنسانية بمحافظة الحديدة عادل المكرشب أن المشروع الذي تنفذه اتلاف أو ينفذه اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي لنازحي الحديدة يهدف إلى توزيع المواد الإغاثية على النازحين في مخيم الرباط لتخفيف من معانات أبناء الحديدة أولا شرف كبير نحضر إلى المخيم المخيم النازحين من أبناء الحديدة وكذلك نحضر شرف كبير بحضور الأخوة مثل الهلال الأحمر الكويتي طبعا الهلال الأحمر الكويتي له بصمات كبيرة وله بصمات في جميع مجالات الحياة مع الشعب اليمني إن كانت مع النازحين وإن كانت في إطار المحافظات بشكل عام لهذا نقدم الشكر والتقدير للأخوة في الهلال الأحمر الكويتي وكذلك مؤسسة الخير للإتلاف وكذلك نقدم الشكر والغزير لقيادة دولة الكويت لما تقدمه مع الأخوة في اليمن وكذلك مع النازحين في جميع المقالات من سلات غذائية ومن كذلك مواد إيواء وغيرها شكراً للأخوة في الكويت وشكراً للهلال الأحمر الكويتي وشكراً لكل من يساهم ويعمل على تقديم العون والعون للأخوة النازحين إن كان في الرباط وإن كان كذلك في المشقافة وفي بعض المديريات التي يتواقد فيها النازحين من جانب آخر سلام محافظ محافظة الأحج اللواء الركن أحمد التركي مشروع عادة تأهيل وصيانة القناة التحويلية لسد عبر علي بمديرية توبن لمكتب وزارة الزراعة والريب المحافظة بعد الانتهاء من عملية عادة التأهيل بتكلفة 38 مليون ريال بتمويل محلي وأكد المحافظة على أهمية المشروع في تحسين القطاع الزراعي بالمحافظة لرفع منسوب مياه السيول المتدفقة فيه لأن عكس مسارها لبوابات عبر عن الواقع في الضفاف الشرقية لوادي صغ مشيداً بيهود القائمين على المشروع مؤكداً حرص السلطة المحلية على تطوير ودعم القطاع الزراعي نبقى في لحج فقد التقى محافظ المحافظة لوار روغن أحمد عبدالله التركي وفد مؤسسة يافع للعمل والإنجاز حيث تم استعراض المشاريع التي قدمتها المؤسسة في المحافظة بشكل عام ومديرية يافع بشكل خاص وكذل لاحتياجات الملحة للمناطق في محافظة لحج واستعرض خالد الحصنية المدير المالي والعلاقات الخارجية لمؤسسة يافع للعمل والإنجاز عددا من المشاريع التي أقامتها المؤسسة في المحافظات خلال الفترة ما بين 2015 و2018 وأكد أن المؤسسة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة لحج برعاية من محافظ المحافظة خلال الفترة القادمة تشمل تأهيل المعاهد المهنية والعلمية والفنية وتدريب العاملين فيها بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بالكهرباء والمياه من جهته أشهد المحافظ بدور المؤسسة للعمل في الإنجاز في التخفيف من معاناة المواطنين مؤكدا حرص المحافظة على تسهيل ودعم المؤسسة وتدليل لكافة الصعوبات لتنفيذ مشاريعها حضر اللقاء والضاحة الحالمي وكيل المحافظة لشؤون الشباب وأحمد الوالي منسق المنظمات الدولية في محافظة عدن أقدت اللجنة الأمنية بمحافظة أبيان اجتماعا لها برئاسة محافظ محافظة أبيان لواروكنا بو بكر حسين سالم وبحضور نائب وزير الداخلية لواروكنا لناصر لخشع ونقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بالارتقاء بمستوى الأداء الأمني ورفع اليقظة الأمنية والعسكرية العالية في جميع الوحدات العسكرية والأمنية في إطار محافظة أبيان وتقسيم المهام الأمنية وتجديد الحراسات والمراقبات وأسد جميع المنافذ والشريط البحري ورفع عمليات التنسيق المشتركة بين مختلف الوحدات وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وخلق علاقة تكاملية وفاعلة مع المجتمع لمحاربة كل إشكال أو أشكال الجريمة بمختلف صورها وأشكالها ووجه محافظ أبيان قادة الألوية العسكرية والحزام الأمني والاستخبارية بمكافحة المقدرات والإرهاب وفرض السيطرة الأمنية الكاملة والوقوف بحزم وقوة ضد الخارجين عن النظام والقانون ورفعت اللجنة الأمنية تهانيها وتبريكاتها لفخامة رئيس الجمهورية المشيرة عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بمناسبة حلول العام الهجرية الجديد ألف واربعمائة واربعين هجرية وجه محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن علي مقبل صالح الأجهزة الأمنية بسرعة تعقب الخارجين عن النظام والقانون بعد قيامهم بأعمال الشغب والفوضى خلال الأيام الماضية وشدد المحافظ خلال ترأسه اجتماعا للقيادات الأمنية والمحلية في المحافظة اليوم على إحالة الخارجين عن النظام والقانون إلى القضاء لينال كل من سولت له نفسه المساس بالعمل الإجرامي والتقطع للمواطنين جزاءه العادل وألفت المحافظ إلى أن ما قام به عدد من القطاع أو قطاع الطرق والخارجين عن القانون محاولة فاشلة لتشويه الصورة النضالية والحضارية لأبناء المحافظة وأدانت السلطة المحلية هذه الأعمال ووصفتها بالإجرامية والدخيلة على مجتمعنا وعلى أبناء الضالع والشرفاء كافة وأكلف المحافظة لجهزة الأمنية والنيابة العامة بإلقاء القضاء على المجرمين واتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم في شبوى ناقش محافظة محافظة شبوى اللواء الركن علي راشد الحارثي في عتق مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدا أوتشا برئاسة مسؤول الشؤون الإنسانية بالمكتب علي صلاح بن سبعة عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الإنسانية في المحافظة وتعزيز التنسيق بين المحافظة والمكتب في هذا الشان وخلال اللقاء رحب المحافظ بزيارة وفد الأوتشا للمحافظة منوها إلى العديد من الاحتياجات الضرورية والمرحة في اليوانب الإنسانية المختلفة معربا عن ثقته الكاملة في قيام وفد المكتب الأممي بعدا في نقل هذه الاحتياجات إلى الجهات الداعمة وحثها على تلبية أو تلبيتها بصورة عاجلة من جانبه أوضح رئيس وفد الأوتشا أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى الإطراع على الأوضاع وأولويات الاحتياجات الإنسانية للمحافظة وبدرجة أساسية ما يتعلق بإغاثة النازحين والمتضررين من الحرب ومواجهة الفقر والأوبئة والأمراض الطارئة إلى ذلك التقى وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية بعدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وناقش معهم عددا من القضايا الخاصة بجوانب العمل الإنساني تشنى محافظ الجوف اللواء من علي العكيم الحملة الوطنية لدعم ومساندة الجيش الوطني تحت شعار تحرير اليمن مسؤولية الجميع وأكد أن جبهات الجيش الوطني هي من أولويات مهام السلطة المحلية وقيادتها باعتبار الجيش الوطني المؤسسة الوطنية التي تحمي مكتسبات البلاد داعيا إلى الوقوف إلى جانب الجيش ومساندته بالمال والكلمة لاستكمال تحرير ما تبقى من المدن والمحافظات جانبه أكدت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تحرير الوطني يقع على عاتق الجميع حضرت تدخين عدد من أعضاء قيادة السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة عقد في مكتب الصناعة اجتماعا برئاسة نائب وزير الصناعة سالم الوالي تم فيه مناقشة آليات تطبيق المعايير الخاصة باستيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية إلى تفاصيل رأس نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي صباح اليوم بمكتب الصناعة بعد اجتماعا حضره الإخوة وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ومدراء أمو الوزارة فاصلويلح ومحمد عباد وعددا من مدراء الإدارات بالوزارة وخلال الاجتماع أكد الأخ نائب وزير الصناعة والتجارة سلم الوالي أن تطبيق الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق عددا من الشروط والمعايير التي من شأنها وضع قاعدة للتعامل مع التجارة المخولين والمسموح لهم باستيراد المواد الغدائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيت واللبن وأكد نائب الوزير الوالي أن الكشف الذي سيتم اعتماده من قبل مكتب الوزارة وسيتم خلاله تطبيق كافة المعايير مع استيعابة تجارة القادرين على استيراد تلك المواد الغدائية وبالأسعار المعقولة باتفاقنا مع القرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد في عدن وقرفة التجارية عدن بأننا سوف نعمل محادير أساسية للتجار الذين يتلاعبون بالأسواق أيضا أننا سوف نعد لهم نحيل أي مخالف لهذه الآليات إلى النيابة والنيابة سوف تتعاون معنا في ضبط المخالفين قدر الإمكان الدولة لن تصمت على هذه الاختلالات الغير مشروعة والغير مبررة الموجودة اليوم في السوق وسوف تقدم كل المساعدات الممكنة والتسهيلات الممكنة لتوفير أولا المواد الاستهلاكية بالذات والأدوية إلى السوق وعودة تنظيم آلية السوق من البيع والشراء كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن الوزارة ومكتبها سيقومان بإعداد لوائح سوداء وبيضاء وسيتم خلالها تحديد أسماء التجار المتلاعبين بأسعارات سلع الغدائية وكذا أسماء التجار الذين يدعمون السوق بالمواد الغدائية مكتفين بالهامش الربحي اليسير الذي لا يأتي على قوة المواطن وحسابه عامل التنافس في وضع أو في طرح أسعار تكون هي المناسبة وتكون هي الأقل الهم الأساسي لهذه المخرجات الهم الأساسي هو المواطن كيف يحصل على رغيف الحبز كيف يحصل على قطرات الزيت كيف يحصل على حتى مخرجات الألبان التي تدخل في صلب الغذاء الأساسي للمواطن وبالتالي هي مسألة السعر ومسألة الاتزام ومسألة القدرات وإمكانيات التاجر الذي سيكلف أو سيتمح له باستيراد هذه السلع الأساسية ويأتي هذا الاجتماع بالترافق مع الخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية بشأن ضبط المتلاعبين بأسعار العملات التي أتل ارتفاعها سلبا على أسعار السلع وهما أمران جصبان في مطلحة المستهلك بالدرجة الرئيسة لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن عقدت بمحافظة ماريب ورشة العمل الفنية لمحطة البحوث الزراعية لمناقشة البرامج البحثية للموسم الزراعي الحالي وأنشطة المواسم الزراعية السابقة ودراسات البحثية للأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية شعر من أجل من أجل تنمية الزراعية مستدامة تعالج الوضع الاقتصادي وتحسين الأمن القدائي عغلت هنا بمحافظة ماريب فعاليات البرشة العمل الفنية المشتركة بين محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية والإرشاد الزراعية تهتي في البرشة على مدى يومين متتهليين إلى استعراض للتغارير البحثية والدراسات في مجال الارشاد الزراعي والبحث في مختلف المحاصيل ومنطقات الزراعية لمحطة البحوث الزراعية هنا بمحافظة ماريب العمل البحثي للإرشاد الزراعي مثلان المرتكز الأساسي للنهوض بالغضاء الزراعي بشقه النباتي والحيوانية والارتقاء بمسولادة وتحسين جورة الانتاج هذا موضح هو مدير عام محطة البحوث الزراعية المهندس قايد أبو أصبع 2017-2013 تم تنفيذ 13 نشاط بحثي توزعت على أربعة مشاريع بحثي هذا المشاريع سوف يستعرضها لحبد الناصر الآن بل أنشتحك كما تم تنفيذ نشاط بناء على قرالات وتوصيات ورشية العمل السابقة 2017 وحضرها الدكتور مفتاح والدكتور عبدالله حلوان فكان من مقرراتها وذلك أن نقوم بعمل ويجوز بسيط بعمل المؤسسة العامة حيث وهي غائبة منذ أكثر من 20 سنوات المؤسسة العامة لأكثر بضور المحسنة في المنطقة الشرقية الهيئة العامة لبحث الزراعية تلعب دوران كبيران في إنجاز البحث الزراعية إلى حيز الوجودة وجهدها ملموسة على أرض الواقع وأفضحها الدكتور عبدالله علوان برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبحث الزراعية بالإنتاج الزراعية مثل أهمية كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية لأن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الرئيسية لتوليد الدخل القومي وتوليد الناتج المحلي وتشغيل العمالة وهو أحد القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وهو الأساس في معظم الصناعات هو المسؤول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي لليمن القطاع الزراعي نشاط تقليدي أساسي يرتبط به أكثر من 72% من الشكان نيابة عن الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان من علي الأرادة يشرف هنا جميعاً أن نحضر مثل هذه الفحالية التي ينشدها أبناء الشعب اليمني الذي ينتظرون نتائج مثل هذه البحوث الزراعية التي تزايد المزارعين نحن اليوم في ظل الظروف الاستثنائية الذي يمر بها وطننا الحبيب دابت محافظة مأرب للحفاظ على مؤسساتها وكان من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة مركز البحوث في محافظة مأرب تأتي هذه الورشة في طار مدشل محافظة مأرب من الاهتمام في الغطاع الزراعي بشكل نباتي والحيواني وتسعيضاً في الرقعة الزراعية لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية أوضح ذلك مدير عام مكتب الزراعة والرأي المهندس سيف الولصة في ظل التوسع الأفقي للقطاع الزراعي في محافظة مأرب وازدياد رقعة المساحات الزراعية أصبح من الضرورة تفعيل دور مكاتب الزراعة والبحوث الزراعية لأجل رفع الانتاجية وتوعية المزارعين ومنحهم الأساليب الرشادية والحديثة العلمية التي ترتقي بالانتاج كماً ونوعاً شهدة ورحة العمل تكريم من بذلوا الجهود في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والرفع من مستوى الانتاج الزراعي لمختلف المحاصيل وذلك دعماً من قبل الجهات المعنية وغير السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لقناة عدد الفضائية محمد القداسي محافظة مار في تعز دشنا في المحافظة العملية التعليمية حسب ما قررته وزارة التربية والتعليم من العاصمة المواقعة عدن لبدء عام دراسي جديد مزيداً من التفاصيل في سياق التقرير التالي دشنا مكتب التربية والتعليم بمخافظة تعز العام الدراسي الجديد 2018-2019 في المدارس المدينة المحررة مع زيارات ميدانية للمدارس من قبل مدير عام مكتب التربية والتعليم عبد الواسع الشداد والعديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والتربوية والأمنية لتشجيع المجتمع على التعليم انطلاق العملية التعليمية في محافظة تعز وكانت البداية من هذه المدرسة التي رأيتم ورأينا جميعاً بأم عيننا آثار الدمار الذي طال هذه المدرسة وتعتبر آهلة للسقوط ولكننا مع ذلك مصممين على أن تسير العملية التعليمية في هذه المدرسة وغيرها من مدارس المحافظة آه بالوضع الذي نستطيع أن نصل إليه ينتجمع أبنانا الطلاب وأخواننا المعلمين في القطاع التربوي وترون وتشاهدون هذا الحجد من المعلمين والطلاب الكل يقول لا للحرب لا للدمار نحن مع التعليم مع الثقافة تعز هي عاصمة الثقافة وستعود إلى دورها الرياضي التي كانت عليه مهما حاول الأعداء من محاصرتها ومن إرسال الحمام والقذائف ليلا ونهار إلى داخل المدينة لكننا مع ذلك نقول سنبدأ عامنا الدراسي في هذا اليوم الذي أقرته وزارة التربية والتعليم تسعة تسعة وانطلقت اليوم العملية التعليمية بإذن الله وسيكون عام حافل بالقد والاكتهاد وعام تحت شعار المتابعة الجادة للحقوق والواجبات رغم أن التعليم حق أساسي إلا أن الحرب خلفت الكثير من المدارس مهدمة في تعز إلا أن إصرار الطلاب على تكملة مشوار تعليمهم حتى في المدارس المهدمة وعلى الأرض كانت مدرسة أروى تحتضن طلبة العلم وما زالت تحتضن طلابها فأنا كطالبة ترعرعت وتربيت في مدرستي وتعلمت فيها منذ طفولتي لكن رغم دمارها وخرابها لم أستسلم لآلامها ولم أستسلم لظروفها التي واجهتنا خلال الحرب ولم نخضع للجهل فدرسنا في مركز التحفيظ فنحن الجيل القادم جيل الغد المشرق جيل العلم بدأ العام الدراسي في محافظة تعز وكل أطفالنا يدرسون حتى في رقان الدمار هذا هو العلم في محافظة تعز مع عام خالد قناة على الفضايا تعز دشنا أو دشنا مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي العام الدراسي الجديد 2018-2019 في عموم مدارس المديرية جاء ذلك خلال تزيارته لمكتب التربية والتعليم المديرية واثتمع من الخضر السالم بجلة حول التجهيزات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد مشيرا إلى أن عدد من طلاب مديرية البريقة لهذا العام بلغ أكثر من 26 ألفا بمختلف المراحل الدراسية وشدد اليزيدي على ضرورة الاستفادة من كافة السلبيات والمعاوقات التي رافقت العام الدراسي الماضي والعمل على تلاشيها مؤكدا حرص القيادة في السلطة المحلية بالمديرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح العام الدراسي الجديد نختم من أبيان ففي زنجبار ناقش مكتب التنفيذي برئاسة غسان شيخ مدير عام مديرية زنجبار أداء ونشاط عدد من مكاتب الوزارات والأجهزة التنفيذية والوحدات الإدارية بمديرية زنجبار وتم مناقشة الآلية التي سيتم بها سلام مرتبات الموظفين من البنك المركزي فرعادا وتأمين وصولها إلى مديرية زنجبار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمديرية بالإضافة إلى ذلك تم التهيئة لإعداد الموزنة للمكاتب التنفيذية واحتياجها بما يتناسب مع احتياج المواطن ومتطلبات التنمية وفي مختلف الجوانب الخدمية وخلال الاجتماع شدد مدير المالية بحضور الضمناء على أمناء الصناديق للمرافق في المديرية ومعاينة أنشطتهم التجارية على الواقع كان هذا آخر خبر في نشرتنا ولمن فاتته النشر هذا تذكير بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يشيد بيهود وزارة الثروة السمكية ويلتقي قائد اللواء الأول حرس حدود مجلس الوزراء يبحث التطورات الميدانية في عموم الجبهات ويشيد ببطولات الجيش الوطني في السعر الغربي والتقدم نحو مدينة الحديدة الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة بمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة ويحقق تقدما جديدا وصلنا إلى نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة